لايف سكيلز. رجعلكم مازلنا معكم حتى للتسعة ونص كيف العادة في لقيت اذية. لقيت جديد اولا محالة على خليل بوزيين. تسعة متاع الصباح في لايف سكيلز. لكن المرة هذي خليل مش واحدة. ومع هاجر آآ بابيت خلنا نسلم على خليل. مرحبا خليل. صباح النور آآ عودة جميلة سيوسيما. شخوا لكم بربي. جبت معك هاجر مرحبا هيجر. يا عيشك مرحبا بيك اوسيما. مرحبا بيك خليل. عيشك. مرحبا بيك ايش. استاذة جامعية او كوتش. مش تكون معاك آآ خليل. الكونسبتي جديد متاع لك في سكيلز انو نحكيو فيلم ونحكيو كتاب من تام معين. مش نبداو آآ بيه. آآ تام متاع اليوم اشنو اخترت لنا خليل. آآ تام متاع اليوم هو اكثر تام مطلوب آآ في الاعوام الاخيرة وهو كافية الخروج من منطقة الراحة. نس كنت تشكة تحب تقدم في حياتها تحب تعمل حاجات تحب تعمل خطوات آآ بيش تخرج من من الوضعية متاحها. ايه. وهذا الكل يكون مربوط في 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 ركودنا في منطقة الراحة هذية اللي تخلينا. زون دو كونفورت. الفاموز آآ كونفورت زون. زون دو كونفورت. اللي تخلينا آآ في في وضعية لنقدمو لنتعلمو لنمتحنو ولن تعديو الابتلاقات اللي يجيونا. دونك اليوم مش نحكيو على اخرج من منطقة راحتك متاع كتاب متاع هنين آآ مهند. شكونو هنين مهند هو رجل اعمال ومدرب تحفيزي ومؤلف مختص في تطوير الذات. آآ يعتمد على اسلوب خاص واللي هو اسلوب العاصر خلينا نقوله اللي هو اللي هو الجيميفيكيشن. الجيميفيكيشن هو متاع الانسان يحطو في 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 وكايني اللعبة بش يقدم في هال في الخروج من منطقة الراحة. من خلال تطبيق الية نفسية مستخدمة في عالم الالعاب. هو حامل لشهادات في الادارة والبرمجة اللغوية العصبية. آآ لفانو سبينالي لتعاون في برشة 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 بيت في في الاعوام آآ الاخيرة. آآ الكتاب. الكتاب شنو يحكي الكتاب هذية. آآ كيما كيما اسمه اخرج من منطقة راحتك. يهدف الكتاب الى مساعدة القراء على تجاوز حدودهم وتحقيق النمو الشخصي. ويقدم الكتاب آآ آآ خطوات عملية. آآ مهيش يعني آآ محفوظات كيما نقوله او القاء معلومة ولكن خطوات عملية للخروج من منطقة الراحة. اول حاجة كي نحب نخرج من منطقة الراحة لازمنا نفهمه آآ آآ عليش. عليش نخرج منطقة الراحة. وديما وسيما نرجع راه وديما اللي هو معرفة الذات والواعي بالذات اللي وان والتو. خاطر كي تبدأ تعرف نفسك انتي دجا عملت آآ آآ تواتر. وهذا مهم جدا بش نبدو آآ في الفهم انت عن حاجة تضمه. لماذا نخرج من منطقة الراحة آآ بخانسيبال ما والكتاب يقول اللي بش نخرج من منطقة الراحة بش نحقه النمو الشخصي بش نحقه التطور وبش نحقه الاكتفاء الذاتي على المستوى العاطفي الاجتماعي المادي آآ وبش نحس رويحنا وكأنه في اللي احنا نعملو آآ مهم جدا بش نفهم وزادة العواق النفسية اللي تمنعنا من خروج من منطقة الراحة. واول عاق آآ يمنعنا من خطوء من خروج من منطقة الراحة هو الخوف. الخوف ينجب يكون الخاف. ما شال الفشل الخوف من من الججمان طاع الناس ودي ما نحكيوا عليها في المجتمعات العربية متاعنا وخاصة المجتمعات تونسي اللي يتربين نعسه على بعضنا الناس كله كل واحد يعس على الاخر وذك اش عمل وذك ام عملش. آآ اهم حاجة شنا هو يقولوا علينا العباد. يعني الخوف من الفشل اللي هو مكتوب في الكتاب. اهم منو هو الخوف من الججمان طاع الناس لاخرين. شنا هو بشي قولون علينا العباد. احنا الربي وفي ومش مفيتونسبارك انا حكي في المجتمعات العربية اللي اللي التركيبة متاحها والتاريخية هكاكة. شنا هو يقولون علينا العباد. شنا يقولون علينا العباد كان فشلنا. وهذا اللي خوف وانا متأكد متأكد الناس اللي تسمع فينا الكل آآ 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 ذي كان قاعدين يقدمو على خاطر يشوفو في رواحه كان يقدمو. الناس بشتحك عليهم. الناس بشتحك عليهم. الناس بشتجيجيهم. وهذا يقول يخليهم. ريك دين في المنطقة هذيك. ما ما يقدموش على خاطر المنطقة هذيك كيما كيما يفسرها الكتاب. آآ آآ هي المنطقة اللي يشعر فيها الانسان بالامان والاستقرار. ولكن هذي فما حاجة لازمنا نأكدوا عليها. الامان والاستقرار راهو مش ماناها انتي فرحان ولا سعيد ولا عندك ساكينة. تنجرم تكون الزون بتاع تقلق وتوتر. معنا هريتك تقوم الصباح باش تمشي تخدم وكالضغط وكالسترس وكعرفك فوقك. هذيك تنجرم تكون على خاطرك تعرف روحك بالضبط باش ينقذ الربيع. باش تقوم تقوم بتاعك. باش تاخد السيارة. باش تمشي تخدم. باش تراوح بأولادك. وتراوح ترقد. يعني الانسان يبدا يسر. انا عندي نبدل. اه انتي مكش معني بالموضوع. لأي سبب. انتي مكش معني. لأي غرض. مش انتي بسامة. لأي هدف. كان انسان مرتاح. معندوش. وكان هو حق السعادة. ايه اسمها منطقة الرحة. معنى انسان مرتاح. بانسور راح انسان ما طلبش حاجة ما تنجمش تلزمو بشي عملها. كان انا مرتاح. وعليش بنخرج من منطقة الرحة. الكلام هذي موجه للناس اللي تحب تقدم. وتخرج من المنطقة اللي هي فيها. معنى انسان سعيد. يقوم الصباح حياته في السكينة والسعادة والاتمأنان. محمد. محمد. محمد عليهش يخرج في المنطقة الرحة. خب يعمل شوية مشاكل في حياته. اه. نسمو على الفيلم اللي اخترتونا. هاجر هو الحقيقة في نفس السياح. اخترنا انه كتاب وفيلم يعني احكيو على نفس التالي. انا اخترت فيلم. اللي هو يحكي على اه مارك زوكيربير. كيفيش نجم يخرج من الكمفورت زون متاعه. انفات اه. بروفنير للكلم اللي قال وخليل. خليل قال لازمك تحب تعمل حاجة اي تدفيني الحاجة هذيك. معتا لازمك تعرف روحك وين تحب تمشي. وعليش تحب تخرج من هالحاجة هذيك. ومارك زوكيربير هون يعرف روحه. وهو سيطان انفورماتيسيان. وهو يلما تخيز الحاجة هذيك. دونك هو انفات ويجه الخوف متاعه. ومبعد يتحدى الخوف متاعه وتعلم اكثر ووقت يجيوها افكار اكثر ووقت يجيوها في النتيجة. نو ديكوك يا عبد يقتن يتقل الحاجة هذيك. يعملها بالقدائة يتنحى الخوف. وانا دي ما نقول حاجة مهمة بارشة. اللي الخوف يل بيك كويكزيستي مع الاكسيون. معتا فما بارشة الناس يمشي في بينهم اللي انك بش تخرج من الكمفورت زون متاعك لازم ما فاميش خوف. الوغ كلي. باروري. لازم مرحلة تعدى بها. اكزاكتمن. المرحلة هذيك حاجة عادية. فما الخوف اللي بشي خاليك تتطور فما الخوف اللي بشي خاليك توهك وتقعد في بلاستك. دونك الفو بالحق ديفنير دل ديبار اينا وين حب نمشي وشنا وين حب نعمل. وان جنرال الانسين حتى كي تولدوه صغير. ما يبداش يخاف من نظرة الاخر. كده يمشي بشوي وبيتيح ما يبداش خايف لأمو بو يتحكو عليه. مابخي سي اليدوكاسيون. اي سي اليماج كبورتلوت خالينا احنا هي اللي تخوف العبد. تخوفو من الفشل. تخوفو من الناس شنو بش تقول عليه. دونك ان فيت لازمنا نتعلمو بشوي بشوي اللي احنا نبعدو عال العين مع تكفيش يغزرون الناس. لازمنا نتعلمو نربحو الفيقة هذيك. والفيقة هذيك بتنجم تتعلمها الا انك تجرب. مم. دونك لكن زيتها فما مشكلة هنا. اه اللي الانسان وقتاش يختار الوقت الصحيح بش يخرج مزون هاتي. معتها هل انو مربوطة بحياتو المهنية مربوطة بحياتو العائلية مربوطة بلحظة ما تنجم تصيلو اي حاجة لحظة ففحياتو تنجم تفايقو تقولو انتي فاش قاعد تعمل معتها ما نهي لحظة ينجم ما يختارها ولا كل واحد والوقت متاعو. جبانس بكل واحد عندو لديكليك متاعو هذي سيدخيز امبورتان. وثاني حاجة لازم الانسان يستينس انو دي ما يجرب. على خلتك يا عبدي ستينس انو ما يخدش لغيسك يوال يقعد في منطقة الركوت. ومنطقة الركوت هذي كتخليهم بعد يستينس بالكمفورت زون متاعو. ووالي هو يسخيب روحو ما ينجمش يخرج منها. دونك لازمو دي ما يستينس انو دي ما يجرب حتى لين يلقى الحاجة والموهبة اللي ربي حتها فيه. واضح لهنية دونك الفيلم يتحدث هالهذا الكل. اكزاكتما. ام. وانا بش نرجع بش نجاوب على سؤالك. تفضل. خاطر سؤال مهم جدا. اه ونرجع هنالكتاب في الخطوات للخروج من منطقة الراحة. اول واحدة هي تحديد المخاوف. ما ماذا يعني هذ? معنا فما مخاوف. معنا ما يجيش اه انتي في منطقة راحة. اه كان ما تقلقتش. كان ما فاماش كان ما فاماش توتر وقلق. ما عندك علش مش تتحرك. كان انتي حياتك اه سعيدة وجميلة. انتي مكش مكش مهتم بالحاجات اللي يقولوا فيها. احنا اللي قاعدين نحكيو فيه. للناس اللي هما عندهم حاجات مقلقتهم يحبوا يبدلوا حاجات في حياتهم. يحبوا يوصلوا الاهداف. وحبوا يوصلوا التحقيق وانجاز وتطوير الذات. وراه تطوير الذات. شمعناها تطوير الذات؟ كي انتي توصل تحكم على نفسك. اللي لازمك تطور من ذاتك. اه بازي على ان كونسابت اللي انتي لازمك فاهم روحك وتعرف روحك وواعي بروحك. خاطر الناس ما تعرشش راهو انتي. ما تعرش نفسك شنوه ناقصك. اي انسان فينا شوف انفسنا كي نحكيو مع الناس. اي انسان فينا اي موضوع يحكي فيه يكون متأكد من نفسه كأنه صحيح. معنا يا فماك اللي وعي على خاطر كي ما قالت هاجر مقبليك. خايفين من العين اللي تغزر لنا. اك العين اللي تغزر لنا هذيك تخلينا حتى في القاء المعلومة. ولو انو في 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 الحديث مع مع الناس. ساعاتنا بده نخرجه في. نعرفوهم غالطين. نعرفوهم هم مش موجودين. نعرفو روحنا اللي مش نكذبو. نختلقو في معلومات. جست باش نربحو هاكي الرتوريك هذيك. هاكي الحوار اللي ما بين الاشخاص باش انتي تخرج عندك الحق. انا عندي الحق. وانتي غالط. وهذه مبني معناها على حاجة بديهية في الانسان. اللي هي الرياكسون متاع فلايت او فلي. اي حاجة تتتواجهها باش تحب عندك دو غيكسون. سواب ش نواجهك. خاطر نعرف روحي اللي نجم من واجهك. سواب ش نهرب منك. على خاطر نعرف روحي انكونسيامون اللي ما نجم ش نواجهك. اه وحاجة اخرى مهمة جدا اللي يحكي عليها الكتاب. هي المناطق المختلفة. لازم اكتفهم. شنو ما المناطق اللي موجودين. فما الكمفورت زون اللي هي المنطق اللي الانسان يحس فيها بالامان والاستقرار. اه كي ما قلتك. نؤدي المهام اللي نعرفها. واللي مستنس بها. ونعرف كيفية اه 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 المهامة دي. فما منطقة التعلم. لرنينج زون بديت التعلم في حاجات. كفيا. بديت تخرج من المنطقة انتع الراحة متاعك. بديت اه كي ما قلنا معرفت الذات الوعي بالذات. بديت تعرف في حاجات جدد. وفما المنطقة الاخيرة هي منطقة الضعر. الضعر. بش نفهمه. الحاجات اللي نحكيو فيهم راهو ما يمشي لهم الانسان مش حاجة سهلة. بش تخرج من الكمفورت زون بتاعك. عليش تخرج من الكمفورت زون بتاعك. انتي مرتاح قلت. ما ولكن. انا عليش خرج? عليش خرج. على خاطر عندك اهداف. على خاطر عندك حاجات مقلقتك في حياتك. هنا لازم معاها هي تكبرك كل حلمة. بيان سور عندك اهداف في حياتك وعندك حاجات مقلقتك وانتي تحكم على حياتك تنرجم تكون خير من الوضعية اللي انتي فيها تاوة. آه. خبية بيه. هاج خلنا نختموا بي اه بنسا احلي اللي يسمعوا فينا واللي موجودين في اللي زوند كونفورت ويحبوا يخرجوا منها. شو نقولوله؟ اول حاجة بخني لغيسك ديسي. هذي اهم حاجة. على خاطر الخوف بشي قديمة موجود. والخوف هذي مش نجم تتحديه ويسو ديسيب اذيك لكسيون. على قدم انتي تجرب. على قدم انتي تتعلم. على قدم انتي تتطقل. على قدم انتي تولي تحب تعمل حاجة هذي كتولي لك حاجة ناتيوغيل. دونك فلول اي حاجة تظهر لك كبيرة. انتي بشوي بشوي بشتصغرها وقت اللي انتي تباس الاكسيون. دونك بالحق ما تسمعوش هكا صوت اللي يقول لكم اوقضوا في الكمفورت زون. بالعكس اتحديه وقدم. على خطر هذي هيها. سي بالحق جوري ديسي. ساسباس ان كاتري تاب. جرب جرب جرب. خيبيع. اه. كاتري تاب امتاعي زادة. في اربع ثواني. اربع ثواني. اه. فما اربع اه. اه. خطوات للخروج من الكمفورت زون. واحد. تحديد المخاوف. اه. اثنين. وضع اهداف قابلة للتحقيق. وخاصة انت نجم تطبق عليهم الكي بي ايز متاعك. معناها تنجم تقيسهم. ثلاثة. الخروج تدريجيا من الكمفورت زون. ما تمشيش للزون متاع. ديركتو ما بش تبتلقى روحك متقلق برشة. اه. واخيرا الاحتفال بالنجاحات الصغيرة على هذي. خطر هذيك اللي خليك تقدم. وبيبي اه. ما معنى نجاحات صغيرة. نجاحات صغيرة معنى هاليوم مشيت الرنديفو اللي كنت مانيش بش نمشيله بشي قدم لي انسان اللي نجم يواصل. نجاحات صغيرة. قمت صباح. عملت حتى اه فقرة من كتاب. اه قد وليت جي في الوقت. نجاحات صغيرة زي ذهب. نجاح لنفسي. نجاح لي كنتي على نفسي. يا تك صاحة غليل يا تك صاحة اه هاجر كيف مرسي بكو. ان شاء الله تلقوا هاجر وخليل كنهار سيبت ابرتير من التسعة امتاع صباح رجعين ما تبعدوش.